قبل ما نروح لتفاصيل المباراة عايز أتكلم عن هكتين عايز أتكلم تاني عن مستر بيتسو موسيماني مستر بيتسو موسيماني اللي هو المدير الفني للأهل لأنه واضح أن الهجوم على مستر موسيماني بيبقى ليه طعمه وليه حلاوة ليه طعم وليه حلاوة من اللي بينتقده عمال على بطال كسب ما كسبش لعب حقله ما لعبش حط قيمة ما حطش حط واحد معين ليه وحطيته ليه ما حطش أي حاجة بيعملها مستر بيتسو موسيماني لازم ينتقد فيها طبعا دي مجموعة معينة أولا أنا عايز أقول لكم حالة كل مدير فني أكيد ليه أخطاء مفيش حد في الدنيا ملوش أخطاء بس المدير الفني الكويس اللي هو يتعلم الخطأ بتاعه مش بعد كل ماتش هنتكلم على سلبيات لو نوعب بس هنا إنه إحنا لما بنيجي نتكلم عن مستر بيتسو موسيماني أو أي مدير فني بنتكلم أرقام بنتكلم أرقام الأرقام في صالح مستر بيتسو موسيماني أنا لما أجي قيم مدير فني مستر بيتسو موسيماني لو قيمناه في السنة وثلاث شهور أو السنة وشهرين اللي أعطيهم في النادي الأهلي أرقامه محدش حققها قبل كده زي الجيل النادي الأهلي دلوقتي أرقامهم محدش حققها قبل كده في وقت قياسي ووقت قليل جدا 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 بالأرقام طيب هو هل الأفضل أنا معاكم في بعض المباريات آه الأداء مش جاي أحيانا يعني بنقعد نتكلم على بعض التغييرات طب ليه ما نزلش ده طب ليه نزل ده ماشي معاكم بس أنا عايز أسأل سويا طيب هل أنتوا يرضيكم مثلا إن نادي الأهلي يلعب كويس بس يخسر طيب عايزين نادي الأهلي يلعب كويس بس يكسر ماشي بتحصل في المتشار كتير بس مش معنى أن ماتش الراجل كسبه والأداء كان نص نص يتهاجم الراجل زي ما يكون معمالش مثلا ما جابش طبولة للنادي ما كسبش ماتش مع النادي يعني مثلا اللي حصل الماتش اللي فات في ملعب المحلة أولا كلنا عارفين ماتش المحلة وملعب المحلة ولعبت المحلة عايز أقول لكم حاجة مش لعبت المحلة بس وأنا كنت واحد من ضمن اللعيبة اللي تكتلعب في أندية صغيرة كان يقول لك يعني لما تيجي تلعب الأهلي تنم بدر واللي ما بيصليش يصلي واللي ما بيتوضىش يتوضى واللي مش عارف أمه غضبانة عليه صالحة ويبوس دماغها وأنت هتلعب الأهلي عارف يعني يعني يوم ماتش الأهلي بالنسبة للفرق الصغيرة أو الفرق مع احترامي الجميع لا المحلة فرقة كبيرة جدا 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 وانا قلت لحضراتكم المرة أنا موليد المحلة وكنت عاشق لفرقة المحلة أنا صغير إنما تكلم على غزل المحلة اللي كسب بطل الدوري السنة اللي فاتت وكسب الأهلي السنة اللي فاتت وبنلعب في ملعب المحلة يعني ماتش تقيل يعني ماتش أنت لو لعبت حتى نص نقاط أنا عايزة ثلاثة بنت عايزة ثلاث نقاط أنا بدور على الاستمرارية على الاستمرارية إن أنا أعوض خسارة الدوري اللي فات اللي إحنا عارفين إنه هو وضع إزاي فأنا بدور على الثلاث نقاط ممكن في بعض الأوقات ألعب كويس في الماتش نفسه ممكن في بعض الأوقات الإيجاد حل على اللعيبة زي ما حل علينا الشوت التاني عادي وارد جدا لعيبت المحلة الحمس والروح العالية اللي كانوا بيلعبوا بيها أتمنى أنهم يلعبوا بيها كل الماتشاة دي حاجة بتاعتهم ليهم الحق في كده إنما الملعب حضراتكم متعرفوش أرضية ملعب المحلة شكلها إيه أرضية كويسة بس هي أرضية إيلة جدا أرضية صعبة جدا تلعب فيها يعني الشوت فيها بمباراة كاملة